ما حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء ولو لم يكن هناك اختلاف نرجو التوضيح لذلكم الله خيرا زيارة القبور للرجال مستحبة إذا كان القصد منها ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتعاض بأحوال الموتى والدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم فهذه زيارة سرعية مستحبة للرجال وأما النساء فإنهم لا يجوز لهم زيارة القبور لأن زيارة القبور خاصة بالرجال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لأن المرأة عورة ولأن المرأة ضعيفة ويخشى إذا رأت قبر قريبها أن تتأثر وأن يحصل منها جزع أو نياحة ولا تصبر إضافة إلى أنها عورة وفي خروجها تعريض للفتنة أنه قد يكون في المقبرة رجال وغالبا ما يكون فيها رجال ويحصل اختلاف هناك ويحصل بذلك الفتنة اشتركوا في القناة